حين أشرت إلى أنه إذا ما أراد الغرب أن يضغط على إسرائيل فإنه يمكن أن يحركها في اتجاه التهدئة والهدنة سيقولون لك طيب نضغط أكثر من أن يقوم ماكرون وستارمر شولتس حتى بايدن بالدعوة لوقف فوري لإطلاق النار في ضغط أكثر من هذا أستاذ أحمد طبعا في ضغط أكثر من هذا أكثر ثلاث دول تسليحا لجانب جيش الاحتلال الماني الوقت المتحدة الأمريكية ألمانيا إيطاليا يعني وزير رئيسة وزراء إيطاليا اليوم كانت في بيروت لديها أوراق أكثر ثلاث دول داعمة بالسلاح وبقطعة الغيار للطائرات المروحيات وزخيرة البحرية وبعض القزائف هي الثلاث دول الرئيسية أنا عندما ألوح بعدم إمداد جيش الاحتلال بالزخائر والمعدات الحربية أعتقد أنه هو كارت مهم جدا يمكن أن يؤثر على قطط فائد القوة لدولة الاحتلال سواء في قطاع غزة أو في جنوب لبنان يعني هل الغرب يمتلك؟ نعم الغرب يمتلك هل الوقت الأمريكية وألمانيا وإيطاليا بالذات كأكثر داعمين للتسليح لجيش الاحتلال قادرين للتلوح بهذا الكارت الذي أعتقد أنه هو واحد من أهم الكروت التي يمكن أن تؤثر على جيش الاحتلال بإعادة النظر في هذا الأمر؟ نعم لكن ولا دولة من هذه الدول السلاسة حتى بتصرحات رئيس الوزراء الإيطالية اليوم في بيروت مع رئيس نجيب ميقاطي لم تتخذ هذا القرار ما زلنا في إطار الحديث السياسي المبادرات السياسية المطالبات والمناشدات لجانب دولة الاحتلال السؤال هو هل يجرؤ أحدهم على اتخاذه الثمن السياسي سيكون باهضا كما تعرف ثمن السياسي فيه ثمن السياسي يمكن أن يظهر جاليا في 5 نوفمبر الرقاة في الانتخابات نعم لكن هنا وهذا هو الأمر الحاكم يعني لذلك أني بالنسبة لألمانيا وبالنسبة لإيطاليا وبالنسبة للمجموعة الأوروبية ما هي الكلفة التي يمكن أن تتعرض لها أنظمة هذه الدول على المدى القريب إذا تخذ هذا الأمر بشكل مباشر نحن نتحدث عن مكرون داعي اليوم 24 شيء له علاقة بلبنان ماذا يفعل؟ سيكون أغلبه في نطاق الإطار السياسي الحرب والهجمة والعدوان الإسرائيلي في قطاع غزة وفي جنوب لبنان ما زال مستمرا لابد أن يكون وانا أعتقد أن الكرة في ملعب الغرب الآن الكرة في ملعب الواتحة الأمريكية حتى زي اللحظة بايدن يناور والإدارة الأمريكية تناور الحالية تناور بكرد غزة وجنوب لبنان لمزيد من المكاسب التي يمكن أن تحققها في الانتخابات القادمة ولا تريد أن يتم إيقاف الحرب وهذا مدلول على تغير السياق السياسي في التصريحات لبايدن من أمس لليوم استمعت أستاذ أحمد لبن يمين نتنياهو وهو يقول طبعا بعدما زف البشرة بين قوسين للشعب الإسرائيلي قال هذه ليست نهاية الحرب هذه بداية النهاية كيف انعكس هذا في ذهنك؟ انعكس لرؤيته أن هو يعتقد أن هذه الحرب وهذا العدوان في الجبهات المختلفة هذه بداية لمشروعه السياسي مشروع نتنياهو السياسي والذي يرى أنه مشروع لدولة الاحتلال الذي عبر عنه منذ أيام قليلة أو أسبوع قليلة حول مشروع للشرق الأوسط الجديد من وجهة نظره لذلك هو يرى أن كل ما يفعله دولة الاحتلال ويفعله نتنياهو من عدوان في الجبهات المختلفة هو مقدمة لسياقة مشروعه السياسي ومشروع لدولة الاحتلال السياسي لذلك هذه الكلمة هي مرتبطة أن الفعل العسكري والعدوان لدولة الاحتلال هو بالفعل ليس بعيدا عن رؤية سياسية مرتبطة في ذهن نتنياهو وفي ذهن دولة أو اليمين المتطرف داخل الحكومة الحالية داخل دولة الاحتلال هو لديه مشروع يريد تطبيقه مرتبط بواقع الأدوان والإبادة في قطاع غزة والقوة المفرطة في جنوب لبنان وفي لبنان على تأثيره لرسم مشهد جديد يعتقد واهما أنه يمكن أن يحققه في القريب العاجل